ننزل بعد كده نكتب الإيميل نكتب الإيميل عن إيه الأمراض المختلفة ده عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك هنا عنوان بريد الإلكتروني الخاص بصحبي طيب هنتكلم عن إيه عن different illnesses الأمراض المختلفة جايب لهنا tooth ache ألم في الأسنان cuff القحة طيب هنا يا شباب أدي شكل الإيميل طيب الإيميل بنكتب إزاي أول حاجة الإيميل بيكون مكون from two subjects from من هنكتب هنا البريد الإلكتروني للشخص المرسل لهذا الخطاب هنشوف مين اللي هيبعت الخطاب ده وهنكتب البريد الإلكتروني هنا أول حاجة to إلى إلى الشخص المرسل إليه هشوف أنا هبعت لمين subject اسم الموضوع طيب بص هنا بيقول لي your name is عمر اسمك إيه؟ عمر يبقى من اللي هيبعت الخطاب عمر تمام صح؟ يبقى إحنا هنا هنكتب البريد الإلكتروني الخاص بعمر أول حاجة أوكي to إلى هو عمر هيبعت لمين؟ هيبعت لصديقه نور طب تعالوا نشوف البريد الإلكتروني nur at yahoo dot com هنكتب هنا تاني حاجة في خانة المرسل إليه هذا البريد الإلكتروني تمام؟ وبعد كده هنا subject subject اسم الموضوع هيتكلم عن إيه؟ different illnesses different illnesses يعني أمراض مختلفة طيب ننزل هنا أول حاجة بنكتب هنا dear بمعنى عزيزي وبعد كده بنكتب اسم الشخص المرسل إليه هذا الخطاب أنا هبعت لمن؟ هبعت لنور نكتب أول حاجة dear بمعنى عزيزي وبعد كده اسم الشخص المرسل إليه هذا الخطاب هبعت لنور ونخلي بالنا هنا في الأسماء أول حرف حرف capital حرف كبير سواء كانوا ذكور أو إناس ولكن في كتابة البريد الإلكتروني بيكون الأسماء أول حرف small البريد الإلكتروني لا يكتب فيه حروف capital ننزل بعد كده تحت هنا نكتب جملة مقدمة هنتفق على أسهل حاجة how are you؟ كيف حالك؟ وبعد كده نكتب I'd like to tell you about أود أن أخبرك عن وبعد كده بنكتب اسم الموضوع different illnesses الأمراض المختلفة ثم بعد ذلك هنكتب بالزبط أكننا بنكتب paragraph فقرة إنشائية there are different illnesses هناك أو يوجد العديد من الأمراض المختلفة we have cough we have cough كحة headache صداع rake ألم في الأزن stomach ألم في المعدة pack ache ألم في الظهر and sore throat والتهاب الحلق we should go to the doctor ينبغي علينا الذهاب إلى الطبيب when we have a pain عندما يكون لدينا ألم we should look after our health يجب علينا أن نعتني أو نحافظ على صحتنا we should take the right medicine ويجب علينا أن نأخذ الدواء الصحيح أو الدواء المناسب وفي الآخر هنا جملة خاتمة see you soon أراك قريبة تمام ونجي نكتب هنا yours كي وبعد كده أمضي هنا اسم إي أنا اسمي عمر yours عمر كي